السلام عليكم. اذا عندك ملف صوتي تم ارساله لك في الواطس. وعاوز تحفظه في فولدر اخر او تغير اسمه. مثلا الواحد لما يدخل دورة بيحتاج انه يحفظ الملفات الصوتية الدخل في دورة عن طريق الواطس في مثلا. او اي رسالة صوتي. الخطوات بتبدأ من انك تدخل لملفاتي من قروب الواطس نفسه ما بتستطيع انك تحفظ جرب ما حتستطيع. فالطريقة انك تمشي للزاكرة الداخلية ممكن تجدها في ملفاتي. ده الموبايل سامسونج. الموبايلات التانية الهواوي وغيرها اسهل واوضح هنا بس خطواته طويلة. بعدها تسهب ليه التخزين وحده التخزين الداخلية او الزاكره الداخلية. تضغط على ها آآ بعدها تسهب للفولدر اسمه اندرويد تضغط عليه بعد ذلك تسهب للفولدر الاسمه مي دي وصل الصوتيات والفيديو مي ديا. لاحظ اللي لماذا حددت فاس ولا واتس؟ يلا هنا بتجد اذا كان فاس ولا تليجرام ولا غيره نحن عاوزين نعدل الملف الصوتي او ننقله للواتس كوم.واتس واتساب الفولدر ده نضغط عليه دغته بعدها نضغط على كلمة واتساب بعدها جول واتساب الميديا عندنا الباكب والداتابيس نحن بنختار الميديا لاحظة الميديا نضغط عليها بعدها بنجد فولدر اسم واتساب اوديو او واتساب فويز نودس ايضا لو دائرين الملفات النصية نلقاها في دوكمان الملفات الصورة واتساب ايميج والفيديو واتساب فيديو المهم نحن ممكن نضغط على واتساب اوديو بعدها تجد الملف الصوتي تسمع الملفات الصوتية اي ملف صوتي عاوز تعدل اسمه او تنقله لمكان اخر تضغط عليهم دغته طويلة طوالب تحت لو لاحظته يديك فرصة انك تعمل عملية نقل او نسخ او مشاركة ايضا في ثلاثة نقاط هذه تجد اعادة تسمية او الخيارات التانية ممكن نضغط على اعادة تسمية ويحطينا فرصة نعدل الاسم مثلا دورة مثلا عدلناه اعادة تسمية لاحظ الاسم اصبح دورة زي ما هو ظاهر امامكم ايضا ممكن ننقل لمكان اخر اه نضغط ونسهب لنقل بعدها ممكن تسهب لأي مكان عاوزه حتى لو كان في الزاكرة الخارجية مثلا اس دي ونعمل النقل هنا نضغط على هذا الزر بالطريقة دي يكون نقلنا الملف الاسم دورة الى فولدر معين وممكن طبعا تنشي فولدر وتضعه داخله الخطوات على ما احتغط اصبحت ظاهرة بانك تضغط على وحدة التخزين الداخلية تضغط على اندرويد بعدها الميديا بعدها في الميديا كوم دوت واتساب بعدها واتساب بعدها الميديا بعد الميديا تختار مثلا الملف بتاعك اذا كان اوديو اذا كان دوكمن كل واتساب اذا كان ايميج اذا كان فيديو وتعمل له عملية نقل او تغيير اسم ايضا من هنا بنفس المكان انا ممكن احذف كل الملفات الصوتية ان شاء الله لو عددها 1000 ملف صوتي ورد لك عن طريق الواتس من 100 جروب في لحظة واحدة انا ممكن احذفه اصل لنفس الخطوات الى الواتساب اوديو واضغط عليه ثم اضغط ثم اختار الكل اختار الكل هنا في اللعلى بعدها ممكن اخلي الفولدرين دي الموجودات احذف كل الملفات الوردت من حسف موجودة في الاسفل حسف او بعد ذلك دي الملفات الارسلت لي اما الملفات انا ارسلتها بجدها داخل سند لاحظ هنا دي الملفات تم الارسلتها انا فممكن اظل للكل واحذف كلها حتى لو وردت من 1000 جروب بنفس الطريقة اذا الفيديوهات دايما هل بيتبطئ الزاكرة وانت ما محتاج فيديوهات معينة في 100 جروب خاص بك فانا ممكن كلها احذفها في مرة واحدة اضغط الفولدر بتاع الواتساب بنفس الطريقة واصل لواتساب فيديو اضغط عليه طبعا بعد ما تنقل الفيديوهات بتاعتك المهمة بطريقة النقل القناة لفولدر انت عاوزه بتنقل يلا الملفات بتاعت الفيديو طبعا حجيمة كبيرة لو حذفتها الزاكرة بتاعتها طوالة ستصار سريعة فاضغط على الملفات واحدة من الملفات ويختار الكل من الاعلى وبعدها اختار حسفي من هنا كلها بتتحذف معاك او ممكن اشير الفولدر الاسمه سنتي برايفت واحذف الباقيات دي الملفات التم ارساله الي اما الملفات انا الفيديوهات الرسلتها بنفس الطريقة بجدها في سنت بنفس الطريقة باشرة على واحدة باحذف او انقل او اغير الاسم بنفس الطريقة لو عندي فيس او التليجرام او اي وسيلة بتاع التواصل اجتماعي انا عاوز احذف او اعدل او غيره لازم اصلي الزاكرة الداخلية للفولدر المعين مثلا هنا فيس بوك وتجد التليجرام وغيرها وفي رعاية الله على الدين عبداللهام ترجمة نانسي قنقر